اكيد مننا اه ابتدى يروح اه اه السينمات المصرية ويتفرج على الافلام ال 3D كلنا بنشوف على الافيش بتاع الفيلم او البوستر بتاع الفيلم 3D يعني ثلاثي ثلاثي الابعاد يعني بنشوف الحاجة كأنها حية يعني ما يبقاش اه زي رسوم متحركة زمان كانت عبارة عن 2D اللي هو كأنها اه 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 مسطحة لما بتشوفها بالنظارة اللي هي دايما حضراتكم اكيد روحتوا السينما وشوفتوا الموضوع او سمعتوا عنها على اقل بتشوفوها مجسمة معايا ضيفي عمل اول فيديو كليب مصري با اه اه منظومة 3D او ثلاثي الابعاد هو عمل اه خلينا بلاش اتكلم عن الموضوع خليه هو اللي اشرح لنا اكتر ضيفي فارس طج مصور ومخرج كليب العشوائيات صباح الخير يا فاني صباح الخير يا فاني منورنا مبروك انك انت اول مصري تعمل كليب ولا انا غلطان لا لا سلاثي الابعاد سلاثي الابعاد فعلا عظيم انا يعني اه فجأت انه اه سلاثي ابعاد وفجأت انه هو فيديو كليب وفجأت انه هو عن العشوائيات اللي في مصر والمفاجأة القبرة بقى انه هو المزيكة نوحها ايه ايه راب راب ايه بهاب ليه اخترت الرب ان الرب رسالته رياليتي قوي يعني بيتكلمه في مضمون حقيقي مش يعني مش مش بيبعدوا عن الحقيقة كتير بيتكلمه في المضمون الحقيقي بتاع العشوائيات اللي دايما الناس بتهرب منه يعني تمام ومهما اتكلمت فيه ومهما قلت الناس مش هتسمعوا اني عارف اني دي حقيقة فك طبعا كان فكرة اللي 3D عشان يبقى تمام يعني انا عارف ان فيه عشوائيات مش هتفرج على الفيديو كليب فعملتوا بتكنية 3D عشان مش عايز تتفرج على كليب يبقى لازم يعني ينشد تشد لفكرة 3D فهتتفرج يعني هتتفرج ولازم تبدأ تشوف فعلا العشويات اللي في مصر ان الناس فاكرة العشويات دي يعني فيه عشويات فعلا حاجات غريبة في مصر في مصدي بس فعشان كده انا يعني ارها بالكلمات عجبتني جدا لما الفريق ورهاني بتولهم انا يعني هعمل لكم كليب ده وعمل لكم بتقنية اول مرة تنزل في مصر وفعلا نفستها. طيب خلينا نرجع بقى للموضوع 3D. ايه التقنية اللي ممكن تشرح حالة مبسطة لمشاهدي نهارك سعيد? انه ازاي بصور 3D? اول حاجة في التصوير تصوير الفيديو كليب ده مش لازم كاميرتين يعني مش لازم كاميرتين زي بره بيتعامل لازم يبقى 3D اكتر كمان من 3D تبدأ الكاميرات تبدأ تتجزق بشكل ليرز الكاميرا بتاعتي اللي بستغاملها كانت له باجت حاجات عادية جدا لازم يعني بيني وبين الشخص اللي انا بصوره او اللوكيشن لازم يعني الشكل ليرز طبقات من بعد الكاميرا بمتر في حاجة من بعدها في حاجة بعدها في حاجة لغاية ما بوصل للارتس دات نفسه اللي بيغني كل الحاجات دي كلها بتتكون في لقطة واحدة في سكند واحد بتبدأ تتحرك لما بحطها بقى عندي في التكنيشن في المونتاج ببدأ بقى يعني الفيديو كليب بيبدأ يتجزى معي الأجزاء كتير قوي مثلا مثلا دخان بيطلع نار هوا بيزق الدخان كده شوية دراعه وبيعمل كده فكل ده انت ما بتشوفه متخيل حاجات دي عما تيجي كده لو راجل مثلا في الشوارع الولاد اللي بتهرب من المدرسة اللي في العشويات الناس القاعدة يعني بتاكل عيش حاف بيتخانقوا عالتوابير طبعا الكلام ده كلها انت ما بتشوفه بتبدأ تصوره بطريقة معينة زي ما قلت بتبدأ تجزقه حاجات كتير نصلا يعني رغيف عيش بعد كده دراعه بعد كده كتفه بعد كده وشه تمام عايز تقول ان هو بيبقى فيه عمق جدا ما هو سريق سلاسة الابعاد اه اكتر من التو دي اه التو دي حضراتكم اللي هو ممكن تكونوا بتتفرجوا على اي فيلم العمق ما بين الواقف قدام الكاميرا والواقف وراء الكاميرا ما بيبقاش بعيد انما في سري دي بيبان العمق اكتر واكتر بالاضافة الى التكسيد تكسيد الحاجة اللي بتتصوره. مصبوط فقط. تمام. انا سمعت او ممكن اكون معلوماتي خطئة ان هي بتبقى كاميرا واحدة بتبقى عدستين. الكاميرا بتبقى كاميرا واحدة وبتبقى عدستين. العدستين دول بيصوروا نفس الحاجة اللي هي انت بتصورها. ما بيتصورش حاجة تاني. مظبوط يا فاند. دي بس ده اللي هو النورمال العادي. كوي. اللي هو لازم اكون جاي بشاشة سري دي. عزيم. وفي السليمات بيبقى في اه تلات اه يعني تلات جهات عرض. عزيم. يمين وشملوا في النص. عشان واحدة كده وواحدة كده وواحدة في النص. عشان انت ما بتلبس النظارة تلاقي الابعاد جاية. مش لازم اه. يعني مش حتى لو انت قلعت النظارة بتبدأ تحس فعلا بس ري دي. مم. لكن اللي هو الفيديو اللي انا عامله ده عشان طبعا يقدر يشتعل على التلفزيط العادية. مش كل الناس هتقدر تروح سليم اتفرج عليه. او مش كل الناس عندها شاشات اه اتش دي. عشان ادارة هتفرج على الفيديو كليب ده. مم. فهو معمول بكاميرا واحدة عشان هو يعني اه اختصاره اللي يعني اما اجي ارجع للتكنيشن وفي المونتاج اكتر. يعني اكتر من التصوير. مم. فما كنتش محتاج كاميرا هتو ولا مكنت محتاج كاميرا كبيرة قوي عشان عشان نشتغل بيها حاجة زي دي. ولكن سري دي اللي ما بتصور حاجة سري دي او ثلاثة الابعاد. اه. لازم تعرض. اه. على حاجة بتعرض سري دي. اه كان اه يعني الحاجات بتعرض سري دي من الف تسعمائة وسبعين. من زمان من اول فيلم شوك. افلام بتاعة زمان قوي مع معمولة برضو بتكنيات سري دي وهم بدأوا يطوروها واحدة واحدة. موضوع حديدك تفتكر زمان قوي كانوا بيعرضوا وبيسلموا لك النظارة. اي. اي. زمان. دلوقتي بدأوا يرجعوا المضمون ده بشكل تطوير. ان الافلام باعت اتش دي والكاميرات باعت احدث. فالتقنية باعت تباني فعلا مية في المية. ام. تمام? اه. انت من المتوقع انه دلوقتي زم ممكن نكون كثير من مشاهدي ناركس عاديد ممكن ينزلوا في اي مكان ويتفرجوا على عايزين اشتريه تلفزيونات. تقريبا معظم التلفزيونات دلوقتي رايحة ناحية. الاتش دي. الاتش دي. اه. الهاي ديفينيشن. اه. الهاي ديفينيشن اللي هو العالي. اللي اسمها هاي ديفينيشن. اه. واللي ممكن تشوف عليها الافلام الثري دي. طبعا باستخدام النظارة. تمام. هل تعتقد انه في يوم من الايام مصر? هتوصل لمرحلة انه كل الناس تبقى عندها تلفزيونات ثري دي? اه طبعا. اه طبعا. لازم هو ده ده هيحصل يعني هيحصل. اه. التلفزيونات دي بقت موجودة كتير جدا. وتمنها بقى قليل. فانا ليم يعني فيه ناس بترجح بدلا ما تشتري شاشة كمبيوتر اللي دلوقتي فيه ال ال اي دي. اه. بدلا ال ال س دي. اه. ال ال اي دي. الكواليت بتاعها اعلى. الميجا هيرتز بتاعي. يعني اه. النقاقها اعلى بكتير. اه. فيه يقولك انا بدلا ما اشتري تلفزيونات هجيب ال اي دي. اه. وهستخدم. نعم. بس. نعم. بس المشكلة انه ما زال لازم نحط النضارة. اه. على عيوننا. اه. اه. انا جربتها الحقيقة في كزا مكان اه يعني محلات بتبيع. اه. التلفزيونات. حسيت ان انا مقيد ان انا ابقى قاعد في البيت لازم ابقى لابس النضارة عشان اشوف الموضوع مجسب. ما هو ما لهاش حل غير كده. اه. هي لازم تلبس النضارة عشان تبدأ تشوف الثلاثة الابعاد. ممكن نتعامل بطريقة تصوير تانية. طريقة تصوير تانية. اه. من غير سري دي. انا اخر يعني انا شفتها من قيمة شهرين. اه. مصرح. معمول هنا في مصر. سري دي. اه. رحت اه. كانت ما بقعتها لي. رحت وقت على مصر. سري دي. ده فين? اه في القبرة. كويس. كان اه. زميل اللي اه كلمني وقال لي تعالي انا عايزك تفرج عليه. اه. اه. فروحت لقيت مصرح. اه. ومن غير نضارة. اه. اه. وعجبني جدا. الموضوع كله. نعم. اه. يعني كان هم بيعتمدوا بيها. اه. فطبعا انا قاعد كنت منبهر باللي بيحصل. اه. اه. عجبني جدا. تفهم? اه. معرفش. يعني يعني يمكن لو اتحل مشكلة النضارة دي. الانسان ممكن يعني ياخد عليها. انا بتكلم دلاتش مش بقلق مصر بس. انا بتكلم في العالم كله. طبعا. انا بقى ملتزم بانه لازم احط نضارة على النضارة اللي انا لابسها او بدون النضارة العدسات اللي انا لابسها واو او بدون النضارة والعدسات اساسة. مجرد ان انا بقى حاطة اكيد ممكن يوصلوا بالتقنية لمرحلة انه 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 انا ملبس النضارة وانه بتفرج على شاشة فيها تري دي فيلم. نتمنى انه يحصل كده. خلينا نرجح تاني بقى لفيلم العشوائيات. تمام. انت رحت صورت فين? في كل ممكن حت استخيلها. اه رحت المنوفية. اه. رحت المنصورة. رحت اه حتة اسمها المؤسسة. رحت الهرم. عشويات الهرم. اه. حتة اسمها قفر الجبل. نعم. كل الاماكن دي رحتها. انا عايز اقول لك انا شفت فعلا هي دي العشويات. يعني انا كنت بسمع كلمة عشويات بس مش متخيلها. اه. زي ما انا شفتها. فعلا فعلا عيلة كاملة. اه. بتفتر بري في عيش. اه. طبعا المشاهدين هناك سعيدة احنا بنعتذر ان احنا مش هنعرف نعرض الفيلم. لانه حضراتكو لو اتعرض اه دلوقتي اه لازم حضراتكو يبقوا لابسين النضارة ثري دية. المشكلة اللي انا كنت باتكلم عليها من شوية. وفي نفس الوقت هتشوفوها عبارة عن صورتين فوق بعض. ما بتبقاش صورة واحدة شارك. تمام. اه. على عشوائية. اه. فانزلت بقى صورت في الاماكن دي اه. اه يعني اه انا صعاقتا ما شفت دي العشوائيات انا يعني شفت عشوائيات كتير بس طبعا مش يعني مش كده. اه. فعلا فيه كان وطبعا انا عملت موضوع بعد النظام السابق. اه. قلت لازم انزل اه يعني خلاص بقى بقى في حرية اكتر. اه. واحد يعمل. طب الناس وانت بتصور بقى في اللوكيشن نفسه. اه. يعني انك انت بتصور في مكان حي يعني مش 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 ديكور. طب الناس كانوا مستقبلينك ازاي وانت واخد الكاميرا والناس والصطف. لا انا محدش ما ما عملتش الفيديو هناك انا اصورت لاقطات باكب احطها على الكليب بس. بس. اه لكن ما اخدتش يغنوا. اكيد مش هنغني فوق يعني فانم قصدي يعني مش متخيل انهم ما يغنوا. ما انهم ما بيغنوش ولا بيرقصوا ولا بيعملوا حاجة دي يعني بيتكلموا عادي. بستعرف طريقة الرياب دايما بيبقى اللبس بتاع غريب شوية وحركات. اه. ما عشان كده مسألك. فانا كنت متوقع ان الناس هتتلم. اه. اه. فانا لأ نزلت بالكاميرا بتاعتي عادي افتب طريب وطفوق حاجة عاد تاخد لقطات. بقيتها كده كده اكني سايح. ام. وام صور اخد الشوت اللي انا عايزه. اروح هنا شوية اخد الشوت اللي انا عايزه. كده. لكن طبعا لو كانوا معايا ما ما كدش تلحت بالكاميرا اصلا يعني. كنا خده باقوقة. اه. 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 انا بتشانطلع بيها يعني. راب عن العشوائيات يبقى الرسالة اكيد مش رايحة للعشوائيات نفسهم للناس اللي ممكن تستقبل الراب. اه ويعني غير غير الناس اللي ممكن تستقبل الرسالة. اكيد الناس اللي في العشويات اللي انا عايزة اقوله اه. الناس اللي عشويات احترمنا الشديد ليهم وازواقهم يعني طبعا اه على عيني وعن رأسي كل الفن الشعبي. انما زوء كله للفن الشعبي مش لطريقة الراب الحديثة او. اه. اه. فاكيد الرسالة مش رايحة للناس اللي في الاحياء الشعبية هي الرسالة رايحة? لا هي الرسالة رايحة للناس اللي بتحب الراب. وتاني حاجة الجهات الحكومية. اه. ان هما بنسبة سبعين في المية بيتكلموا الجهات الحكومية. نعم. يعني بيوصلوا الرسالة المسؤول. نعم. انت مسؤول على المنطقة كذا بيبدأوا يحكوا. اه. عالمنطقة. اه. اه. في كذا وفي كذا وناس. يعني سكن في واحد عايش من غير اكل. وبيت من غير سقف. اه. كل الكلام. يعني المسج اللي وصلة. وصلة للناس. الجهات الحكومية اللي مسؤولة عن العشويات. نعم. ومن ضمن الحاجة كنت انا جايب كام فيديو كده. المسؤولين بيكلموا ان تطوير يعني تطوير العشويات سنة الفين وعشرين. اه. الفين وعشرين دي انت عبر ما توصل لسنة الفين وعشرين هيكل العشويات دي ماتت. ما هما العشوائية بصحة ايه. اه الرسالة الاسسية البلطجية والتعطر والناس دي ان هما فعلا بيخرج من العشويات. ان هما بلقوش ولا شغل ولا فلوس. طب هيعملوا ايه? بيتطروا فعلا هما لازم يسرقوا. مم. لازم يسرقوا. ده الناس هي مش قادر تفهم الناس البلطجية دي بتيجي منيه? بتيجي فعلا من العشويات. مم. بالشرط. اه. بالنسبة التسعين في المية. مش شرط ان هو عشان عايش في العشويات هو يبقى بلطجي ده بالعكس ده ممكن يكون البلطجة للأسف الشديد يعني دلوقتي في الوقت الحالي. اه. بقت بلطجة في كل حاجة. يعني مش بس ان انا اسرق وان انا. انا مشي غلط ده بلطجة. مم. يعني في طريق مسلا السويس بشوف كل شوية ماشي في الطريق الناحة التانية عشان زحمة. يعني البلطجة بقت للأسف الشديد بقت واخدة مش بس الناس المحتاجة او الناس الفقيرة لأ. بقت للأسف. هو ده ده هو ده نظام يعني ماشي في البلد من بعض الصورة كله بقت. كل واحد بقى ماشي بمزاجه يعني. امم. فهم قصدي. امم. بس بس انا بقول حكاية. طب انت انت جايب لنا بعض الصور خاصة. بشغلي. بشغلك. اه. اه. غير الفيلم اللي هو بتاع العشواليات. اه. اه. بتاع عشواليات. ممكن يا غيرتها بعد اذنك المخرجة نشوف بعض الصور سريعا. بعض الصور الفوتوغرافية. انت بديت اساسا مصور فوتوغرافي. اه. سعر? اه. هل درست الاخراج? الاخراج. اه. درست فين? في بريتش كانسر انجل. طب. حلوة اه. ما عندناش صور. اه. لأ عندنا اهو. ده مين? ده الشيخ مشاري راشد عفاسي. اه تمام. ده تصورت في القلعة ونزل كفر البوم بتاعه. كويس اوي. كان اه سنة الفين وتسعة. الفين وعشرة صوري الفين وعشرة. كويس. ايه تاني? يا في حاجات كتير اوي يعني. اه يعني حاجات كتير. تمنى ان احنا نلحق. نلحق اه نشوف اي حاجة بالوقت. اه كان لسه هو. اه نفس برضو اه الصور بتاعته. اه. هو اختار ان هو انت تصوره في المكان ده ولا انت اللي قلت? اه كان ساعته كان نشتراك مع المخرج اه تامير حربي ان هما يصوروا اه يعني قعدنا نواد هتنرقش الله اتما وصلنا المكان ده. هلوة. اه انت هتعمل البرومو بتاعك بتاع الحفلة كان في حفلة هتعمل في مصر. اه. اوتو اوكي وانا اه. انا في اي مكان هعرف اشتغل. اه. وانا في اي مكان هعرف اطلع شغل. هلوة اوي. بس. ان انا اصلا تسعين في المهم شغلي اوت دور. يعني بتاعي ان انا بشتغل برضو بتكنولوجي جديد في الاوت دور. فيه الصور عادية بتطلع اللي هي اسمها اتش دي ار. هاي دايناميك ريجين. وايس. الاساس كله هو انت عارف حاليك طبعا المصور اضاءة. اه. اللي يقدر يشتغل بالاضاءة صح. يبقى هو دا المصور. اه. فانا اشتغلت بقى بتكنية جديدة اسمها اتش دي ار اي. هاي دايناميك ريجين اماجينيشن. كويس اه. عبارة عن لايت سيستم. النفس لايت سيستم بيبقى في استوديوات السوفت بوكس والحاجات دي. اه. بس بشتغل بيبارة. اه. ببدأ بقى وزع الاضاءة يعني على منطقة منطقة في الجسم. اه. طبعا بقى ما بقى بعد كده ما بتيجي تشوف الصورة بتلاقي بقى الشاين اللامعة هنا اللامعة هنا. بتبدأ تحس ان الصورة برضو ليها يعني الانسان مش مجرد اخره هنا لو انت بتصوره كده. اه. بتحس ان هو ليه تكملة برا وورا ودنه فيه تكملة. اه. بتكمل. اه. فهم قصدي? اه. برضو دي حاجة جديدة يعني انا بحاول اشتغل بجديد. اه. ان طبعا اللي اتعلمت بره اللي نشتغل بجديد. هل فيه صور تاني يا اساس غدا? نقدر نشوفها? مفيش. طيب. اه هل متوقع قريبا ان احنا نتفرج على فيلم مصري سري دي? رواي نازل قريدي اصلا. رواي بسري دي? لا اه. الفيلم رواي سري دي? لا ما اعتقدش يعني اه هم محبزين الفكرة يعني الفكرة مش بالنسبة لهم هي قوية قوي. يعني فيه ناس مش يعني مش مش قويها في مصر ولا حتى فيها. اه. ان انا اصلا يعني عايز اعمل اه سور سري دي? اه. انا عملت سور سري دي بس عايز انزل على مجلات. اه. عايز انزل سور سري دي ومع كل مجلة نظارة. اصلا النظارة تمانا بسيط جدا خمسة جنيه. اه. اه. فمش محتاجة. يعني لو خطيت النظارة ولو يعني طبعا جبتها حاجة يعني كمية كبيرة هتوقف ممكن باتنين جنيه لوحدة. اه. فلو انت تخيل انت بتفرج على اعلان. مثلا اعلان اي حاجة خاتم مثلا. اه. لست نازل جديد شركة مثلا ده مثلا. فانت بتلبسه بتبدأ تتفرج على منظر الديتيلز اللي في الخاتم. طبعا هتمبهر هتروح تشتريه. عربية بنفس الموضوع. اه. انت متخيل انت بتفرج على العربية شفت الديتيلز بتاعتها كلها. اه. بنضار شايف ابعادها. اكنك واقف قدامها. اه. فاكرة سديدي بيدخلك جوا الواقع اللي انت بتفرج عليها. اه. نظارة فيديو كليب بيدخلك تحس انت عايق جوا. اه. بس اي حاجة بتحصل جوا الفيديو فانت بتحس ان هو بتحصل معاك انت. اه. زي ما حيك عارف يعني مثلا خبطت ايت حاجة زي كده. عزيزي. فبتحس ان هي معاك بترجع الورة. اه. بس? فهو فكرة سديدة كله عشان يحاول يدخلك جوا الموت. عزيم. بس? اه. زمان كنا نقول انه اه اه يعني افلام جيمس بوند لما نقول ان هو مش عارف حيتكلم في التليفون من اي حتة في العالم كنا نقول ايه الخيال ده. اه. اول ساعة مش عارف بيحصل فيها ايه نقول. تطلع الله ليه. لا مش هنوصل لكده. احتمال موضوع دي اه ينتشر بشكل اكتر واكتر واحنا شايفين في العالم كله ان هو عمال يزيد. فعلا دلوقتي. اه. بشكل كبير. وصحك على الافلام. ما فيش فيلم اللي بينزل. اه اه. كل سليمات نزل. وعلى فكرة الافلام بتاعت زمان برضو. يعني فيلم تايتانيك الفيلم العالمي اللي كلنا حضراتكم اكيد اتأثرنا بيه جدا. كل القرى الارضية. نزل. نزل. اه. اعملوه اه بنصها جديدة. فالتطور رايح نحت. نحت. اه. فالله اعلم بقى الثاني وعشرين زي ما قالو لك العشوائيات هتخبر. اه زي ما عشوائيات. يكون يمكن نعرف نعرض الفيلم بتاعك ثري دي ويكون الناس تشوفوا ثري دي على شاشة نايل لايف ان شاء الله. الاستاذ فارس تج مصور ومخر كليب العشوائيات. نورتنا يا فاندم. انا خليك يا فاندم. وآآ نحاول بقى نجيب المرة الجاية ايه? مونتر صغير كده. معانا. اه معانا. عشان نعرض ثري دي وان كاميرا هي لسا هو. تمام. نورتنا يا فاندم. انا خليك يا باشا. فاصل وراجعي.